السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم شباب ان شاء الله تكونوا بخير معانا اليوم درس مهم كثير اه ودرسنا رح يكون عن البديل المجاني لبرنامج مايكروسوفت اوفيس ولما نحكي مجاني يعني مجاني مية في المية بنجي على متصفع جوجل كروم زي ما تشايفين بنكتب فري اوفيس زي ما تشايفين الموقع اه دابلو 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 فري اوفيس دوت كوم طبعا اه رابط الموقع راح يتركه في صندوق الوصف نضغط على الرابط بعدها بنضغط على داونلود زي ما تشايفين افضل اه بديل مجاني لمايكروسوفت اوفيس طبعا في اعنا اصدارات زي ما تشايفين للماك للويندوز للينوكس زي ما تشايفين بيدعم اكثر من نسخة ويندوز من ويندوز سبعة لويندوز احد عشر نضغط على داونلود اه زي ما تشايفين اه طبعا بالمناسبة للناس اللي بتشكك واللي بتسب واللي بتغلط بالنسبة لبرنامج اه انترنت داونلود منيجر هاي شغال عندي بدون اي مشاكل على جهاز الكمبيوتر من شهر تقريبا ومستعد ان نزله الف مرة على جهاز الكمبيوتر عندي بدون اي مشاكل نضغط على ستارت داونلود الان بعد ما انتهينا من عملية التنزيل نقدر ندخل على اوبن فولدر وناخد البرنامج انا راح اضغط على هاي الايقونة فبسحب البرنامج على الديسكتوب نضغط دابل كليك على ملف السيطاب الان بنضغط على next بنحط صح على i accept بنضغط next الان ما بنضغط install مباشرة بنضغط على custom نتأكد انه الخيارات كلها هون عليها صح باصل automatic update هنا اذا بنغير مسار البرنامج احنا نخليه مثل ما هو بعدها بنضغط على next بنضغط كمان next install الآن بنستنى عملية install الآن بنضغط على finish طبعا متوفر عندهم ثلاث برامج حاليا لtext maker اللي هو بديل Microsoft Word والplan maker بديل الexcel الpresentation بديل الpowerpoint بنجران بنفتح text maker double click طبعا هون عندي user interface بقدر اختار شكل واجهة التطبيق اللي بدي اياها رح نخليه على اول واحدة نضغط ok طبعا هاي user info بنقدر نستغني عنها بنضغط على cancel زي ما انت شايفين تقريبا نفس واجهة Microsoft Office لو بنغير لغة التطبيق بنضغط على file بنجي بنضغط على option بنضغط على appearance بنيجي هون على الديالوج آآ بنختار اللغة اللي بدنا اياها لو بنغير ال user interface بنيجي بنضغط على user interface هون بنغير الشكل اللي بدنا اياه نضغط ok نضغط ok كمان مرة طبعا هون رسالة لن يتم تطبيق بعض التغييرات حتى تقوم بعادة تشغيل text maker احنا بنعطي لا لو نرجع نرجع للغة الانجليزية بنخليه على ملف بنضغط على خيارات بنضغط على لغة مربع الحوار بنغيره لا انجليزي طبعا تقدر تختار اللغة اللي بدك اياها نضغط موافق لو ضغطنا new طبعا في عندك هون review بتقدر تختار small medium large نخلي medium نختار مثلا normal a4 نضغط ok لو جينا مثلا نكتب انجليزي تمام بنكتب في اللغة لو بنكتب في اللغة العربية ما في اي مشاكل الان في عنا شغلة مهمة مشان حفظ الملف بنيجي على file بنضغط على save بنيجي بنضغط على microsoft office file format في حال بدنا نفتح على microsoft office بفتح معنا لما نحط هذا الخيار بنضغط ok بنختار مكان الحفظ على desktop بنكتب save بننزل البرنامج زي ما انتو شايفين لانا نظهر عندي على نفس شكل microsoft office لانو انا بنزل اللي عنده على الكمبيوتر لانو احفظنا على microsoft file format طبعا في عندي ملف على microsoft office قديم راح نجرب نفتحه على البرنامج نشوف راح يفتح معنا لانا بنيجي نضغط على file على open نضغط على ملف اشارة المرور open زي ما انت شايفين فتح عندي بدون اي مشاكل لانا بنيجي مسكر البرنامج نجرب نفتح الملف اللي حفظنا على برنامج ال free office نفتح على microsoft office double click زي ما انت شايفين فتح عندي بدون اي مشاكل نجي بنسكر الصفحة الان نجي نجرب نفتح اللي هو بديل ال excel double click زي ما انت شايفين نفس الواجهة تقريبا نفس العملية لو بننغير لغة الواجهة file على option بنيجعلها appearance نفس العملية على dialog language بنختار اللغة اللي بدنا اياها ومن هون كمان بنغير ال interface بنسكر ال excel الان نجعلها ال presentation نشوف بديل ال power point نفس العملية نفس الخصائص تقريبا الان عشان المصدقية صحيح البرنامج مجاني لكن في خصائص مدفوعة لو جينا ضغطنا على السلة اللي هون قدامكم زي ما انت شايفين نضغط عليها بدخلنا على موقع البرنامج طبعا زي ما انت شايفين زي ما انت شايفين في خصائص للنسخة المجانية وخصائص للنسخة المدفوعة لكن بالنسبة لليوزر العادي التطبيق شغال مية بالمية بدون اي مشاكل وبهيك انتهينا من شرح درس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا ورمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة